الأرقام والحقائق آخر تطورات قضية توقف لم الشمل الأسري في فينا وده الكلام ده يمكن من يولو الماضي تم تعليق طبعا والكلام ده تناولناه كتير هنا عندنا في إنفو جراد سواء على المستوى القانوني في حلقاتنا اللي بنقدمها الحلقات القانونية مع الأستاذة نيفين أو من خلال عملية تناول الأخبار على مدار الساعة وتطوراتها وإن عملية لم الشمل دلوقتي تكاد تكون ساكنة حتى الأشخاص اللي خدوا لم الشمل دلوقتي عمل لهم أعادة تقييم وأعادة فحص للأوراق يا ترى شايف الموضوع ده ممكن يودينا لفين جزء من الأطفال هنا أو جزء من الأشخاص هنا وجزء الثاني إما في تركيا أو في سوريا أو في بعض الدول الأخرى نعم ساذة مدوحة بالنسبة لهذا الملف الشائك للغاية بصراحة يعني الحمد لله اللي فينا نقول لكل من يتابعنا وعنده مشكلة لموضوع لم الشمل يعني بما يخص قضايا لم الشمل والموعيد في السفارات عادت للعمل ولكن بوتيرة بطيئة يعني لا يوجد إيقاف للم الشمل كل من يسمعني عليها أن يدرك هذه النقطة لا يوجد إيقاف لف لم الشمل ولكل من عنده عملية لم شمل حاليا ولكن يوجد بعض التبطيئ وفي الوقت نفسه العديد من الأشخاص تواصلوا معنا أنهم خصلوا على مواعيد في السفارات أو تم منحهم الفياز الخاصة من أجل يعني خدومهم إلى النمسا وبالتالي يعني الحمد لله الهالة والبروبيغندا الإعلامية التي شهدناها في الأسابيع المقبلة وإيقاف للم الشمل وناس كتير يا حرام يعني تعطرت مصالحهم شيء مؤسف جدا يعني ذكر لما قلنا أنه وزير الداخلية انتصر على عدد من النساء والأطفال ولكن الحمد لله ملف لم الشمل تقريبا فينا نقول أنه عادة للعمل يعني في حال حالة فيه ولكن في بطء نعم في بطء في بطء مع الأسف وأعتقد ممكن أنه هذا نرجع نستدركه بعض البرامج القانونية ونشوف تطوراته ولكن حاليا لم الشمل عادة للعمل ولكن بوطيرة بطيئة طيب